موسيقى خلينا أسألك في البداية طبعاً لكل شيء في كل اختبار في بداية خلينا أسألك شو اللي لفت انتباهك شو اللي جذبك لشخص المسيح أو لشخصية المسيح طيب خلينا نرجع لورا شوي تفضلي وأقول مش أنا اللي جذبتلي ده هو اللي جذبنيلي أمين أنا لم أكن أتخيل زي ما كنت بحكي مع حضرتك من خمس دقايق ولا للحظة وأنا لابس الحجاب إن أنا في يوم من الأيام هبقى هنا أنا كنت طول عمري في الإسلام بحب الرب بحبه من قلبي بحب الله بحبه من قلبي بصوم وبصلي بحاول على قد ما أقدر يكون ماشية في المنهج اللي هو قال عليه متسرقش ومتقتلش ومتزنيش بس كان فيه في قلبي دايماً حاجة أنا عايزة أتكلم معاك عند إخواتنا المسلمين اللي سمعيني دلوقتي يعرفوا كده إن لما يجي حد منهم يضعي ربنا لشيء يقول له عشان خطر حبيبك النبي أنا كنت في وقت من الأوقات من غير ما حدي يعني يعترض على اللي هقوله لما كنت أجي أقول له عشان خطر حبيبك النبي كنت أحس إن اللي أنا بقوله زي الربربول بيدرب في الحيطة وبيرجع لي تاني بس بمجرد إن زيهني يفكر في هذا الاتجاه الإسلام ممنوع غلط غلط كبير لكن كان عندك الاشتياق بس دا كان في قلبي إن أنا لما بقولك عشان خاطر بحس إن اللي أنا بقوله دا بيرجع يصد في وشي تاني وده كان في قلبي وخلاص دا في روحي من جوة وأنا ما عرفش في الفترة دي يعني إيه روح الإنسان الكلام دا مش موجود في الإسلام مش موجود إن روح الإنسان اللي جواه هو بس اللي يعرف الإنسان بيفكر في إيه